احتفلت رعية سيدة البشارة وراهباتي وشبيبة السلزيان في جبل الويب دي بعمان بعيد أب الشبيبة وشفيعها القديس يحنى بوسكو وذلك بقداس إلهي ترأسه المطران وليام الشوملي إلى المزيد احتفلت راهبات بنات مريم أم المعونة السلزيانيات بعيد شفيعهن وشفيع الشبيبة القديس يحنى دون بوسكو وذلك بقداس احتفالي أقيم في كنيسة سيدة البشارة في جبل الويب دي بعمان ترأسه سيادة المطران وليام الشوملي مطران اللاتيني في الأردن بمعاونة راعي الكنيسة الأب فرنسيس شاهين وبمشاركة عدد من الآباء الكهنة وحضور الأخوات الرهبات وأعضاء الشبيبة والكشافة للكنيسة وجمع من أبناء الرعية وبعد قراءة الإنجيل المقدس القلمطران الشوملي عضة القداس قال فيها عندما أسمعوا اسم هذا القديس أربطوا بينه وبين فضيلة الفرح فطوال فترة حياته نجح القديس بوسكو في أن يشعى وأن يكرزى بإنجيل الفرح وأضاف إن الفرح هو صفة رائعة تزين وتثر المؤمنين الفرح يجعل منا أكثر جاذبية وأكثر إقناع وبالتالي فإننا مدعوون بقوة إلى تحول حقيقي في حياتنا السبب الحقيقي للفرح هو القناعة بأن الله يحبني ويعتني بي يوميا حب الرب ثابت يقول سفر المراثي حب الرب ثابت وأبدي ولا يتوقف أبدا رحمته لا تنتهي بل هي جديدة في كل صباح كما أن محبة الرب جديدة في كل صباح يجب أن ننهض من الفراش يوميا ونجدد الفرح أنا مدعو إلى الفرح لأني ابن محبوب من أب حنون هو أبي السماوي وخلال القداس جددت الراهبات وأفراد الشبيبة وعودهم أمام مذبح الرب ليواصلوا خدمتهم لله وللكنيسة والجماعة المؤمنة على مثال شفيعهم القديس يحنى دون بوسكو ومحبة إخوتنا فنتغلب بشجاعة كما قدمت التلبات ورفعت تقادم على نية جميع الراهبات والشبيبات ومن أجل السلام في العالم أجمع نرفع صلاتنا اليوم يا أبانا من أجل الكنيسة جمعاء لكي تجمع الشباب في بيئة عائلية متينة وتعمل معهم على بناء ملكوتك وتجعل منهم مواطنين صالحين ومسيحيين حقيقيين نسألك يا رب الدون بوسكو إنه شخصية غنية بمواحب الطبيعة والنعمة حياته زاخرة بالأحداث مفعمة بالنشاط والقداسة روحانية الدون بوسكو قائمة على شعاره آطل النفوس وخذ الباقي فهي روحانية رسولية تهدف إلى الاقتداء بالمسيح الراعي الصالح الذي يعرف خرافه ويبذل نفسه في سبيلها اشتركوا في القناة